وللوقوف على أثار القصف المتواصل خلال الأيام الماضية نضم لنا عبر سكايب من ريف إدلب مرسل الأخبار الآن محمد سلهب محمد حملة جوية غير مسبوقة على إدلب وعلى حمى أيضا لحصيل الأخيرة للضحايا وما جرى خلال الساعة القليلة الماضية في ريف إدلب بالتحديد محمد أهلا بك خديجة نعم بالنسبة لليوم كان هناك ثمانية شهادات كحصيلة أولية طبعا في مدينة جسر الشغور حيث استهدفت الطائرات الروسية بغارات مكثفة تتنوب على قصف المنطقة الواحدة أو الهدف الواحدة حتى طائرتين في أقل من نصف ساعة قد يكون هناك عشرة غارات جوية بالنسبة للشهداء هم من قرية مسمى القادرية أو قيقون في ريف الشمالي لجسر الشغور أما باقي الشهداء فكانوا في مناطق متفرقة كالجانودية ومشمشان طبعا بين الشهداء أطفال ونساء الجرح يقدر عددهم بخمسة عشر جريحا اليوم فقط طبعا الغارات كانت منذ الصباح الباكر استهدفت مشفى في مدينة كافرنبل في الجهة الجنوبية منه مشفى شام أدى إلى خروجها عن الخدمة طبعا صاروخ شديد الانفجار خرق ثلاثة مباني أو أسطح حتى وصل إلى القبو وانفجر هناك الآليات سيارة الإسعاف منظمة الإسعاف كامل مدمرة إضافة إلى إجنزة الطبية والملحقات كلها مدمرة المشفى مركزي في المدينة اليوم خرج عن الخدمة وهذا كان لاحق لعدد مشافي كانت قد خرجت عن الخدمة كالتحة كيف تتم عملية الإسعافات الأولية في العدد الجرحى المتزايد بما أن كل المستشفيات تقريبا خرج عن الخدمة؟ طبعا المشافي التي تقصف حاليا هناك نقاط طبية تعتبر صغيرة يتم نقل الجرحى إليها في مناطق تعتبر أقل عرضة للقصف طبعا ليس هناك هذا المصلح ليس بالدقيق ولكن قد تكون هناك مرات تتعرض فالإسعاف يكون إليها بشكل مباشر شكرا لك على هذه المداخلة محمد سلهب مرسل أخبار الآن كنت معنا عبر سكايب مريف إدلب شكرا جزيلا